فيديو عن تكلموا على الحب وصدف اليوم يوم عيد الحب عن تكلموا عن الحب قمعنا ما تبشي فيه إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وأجمعين طيبتم وطمم مشاكم تبوأتم من جنة منزلة وأصلا الله سبحانه وتعالى كل ما نشهد الفيديو أن يضغط على زر إعجاب وزر لايك بإذن الله والاشتراك في القناة بإذن الله باش يوصل كل جديد وباش إن شاء الله تكبر العائلة بإذن الله الحب شن هو الحب وشن هو الحب الحقيقي اللي خاص نعيشوه وخاص يكون حينما تنتشر بيننا مشاعر المحبة والاهتمام والحرص على بعضنا تصبح الحياة أجمل وأنقى فلا قيمة للحياة التي نعيشها ولا معنى لها دون وجود مشاعر الحب والرحمة بين الناس فالحب هو وأسمى المعاني والقيم الإنسانية خاصة إذا كان هذا الحب نقيا طاهرا بلا غاية مادية أو مصلحة شخصية حين يكون هذا هو الحب في الله يختلف معنى الحب في الله سبحانه وتعالى عن معاني الحب وأشكاله فمن نعم الله تعالى علينا أن جعل بيننا رابطة عظيمة تربطنا ببعضنا ونتقرب من خلالها إليه ألا وهي رابطة الحب في الله والحب في الله أحبابي الكرام هو أن يحب المرأة أخاه حبا صادقا مخلصا وليس من أجل مصلحة زائلة بل من أجل القيم الإيمانية التي تجمعهما كأن يجتمع على فعل الخير أو الحث عليه أو يجتمع على طاعة أو عبادة ما فيكون هذا الحب طريقا لهما إلى الحب الأكبر وهو حب الخالق جل وعلا الذي يوصلهما إلى الجنة المعاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله يحكي عن ربه فيقول جل في علا المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم النبيون والشهداء والحب في الله أحبابي الكرام له مظاهر سلوكية تعبر عنه وتترجمه ويترتب عليه آثار عظيمة على الفرد وعلى المجتمع ومن هذه المظاهر التي تعلمناها من نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أن نخبر من نحب بهذا فأنا أحبكم وأحب كل من يشاهد هذا الفيديو بإذن الله عز وجل وأحب كل مشترك معي في قناتي بإذن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخباري بذلك الحب فلأن هذا يوجب زيادته فإن عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة فإذا عرفت أنه أيضا يحبك زاد حبك فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف فتحصل البركة ويعم الخير ونقبل النصيحة من بعضنا فالتحابب بين المسلمين مطلوب في الشرع ومحبوب في الدين ومما يزيد ذلك الحب بينكما أن تدعوه بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره وعن هذا قال عمر رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته أولا وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب الأسماء إليه ومن مظاهر الحب في الله أيضا أن تثني عليه بما تعرف من جميل صيفاته سواء بينك وبينه أو بين الناس وما أجمل أن تثني عليه بين الناس حتى في غيابه ولحب أحبابي الكرام ثمرات حلوة يجنيها المتحابون من ربهم في الدنيا والآخرة منها محبته سبحانه وتعالى لهم ويزداد حبه سبحانه وتعالى لأشدهما حبا لصاحبه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم زار رجل أخل له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخل لي في هذه القرية فقال هل له عليك من نعمة تريدها؟ قال لا إلا أني أحبه في الله قال فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك كما أحببته رواه مسلم ومن ثمرات هذا الحب أيضا أنهم في ظل عرش الرحمن فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبدة الله ورجل قلبه متعلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتمى عليه وتفرق عليه ومن أجمل ثمرات الحب في الله أن المتحابين هؤلاء وجدوا حلوة الإيمان الحقيقي فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحبنا في الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبكم في الله والسلام عليكم